وعلى عدد من المواضيع التي شغلت بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي والبداية مع توماس بارتي لعب نادي أرسنال الإنجليزي الذي كان قادما من نادي أتليتكو مادريد الأسباني في صفقة قيمتها 50 مليون يورو هذا اللاعب أعلن عن إسلامه في شهر مارس الماضي وكان هناك فرحة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان توماس بارتي هذا اللاعب الغاني عن إسلامه وأمام حضرتكم توماس بارتي وهو يلعب أحد المباراة مع نادي أرسنال وتوماس بارتي لحظة إعلان إسلامه وتوماس بارتي قرر في هذه الأيام تغيير اسمه إلى اسم يعقوب وقرر الزواج من فتاة مغربية وابدوا بأن الفتاة المغربية تلك هي من دعته إلى الإسلام وابدوا بأنه على غرار يعني عثمان ديمبلي وزواج عثمان ديمبلي من فتاة مغربية طبعا هو عثمان ديمبلي مسلم في الأصل ولعب منتخب فرنسا ومتزوج من فتاة مغربية وحتى من حبه في زوجته قرر تشجيع نادي الوداد في المباراة الماضية أمام نادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا وكان حاضر فيه أستاذ محمد الخامس على غرار أثمان ديمبلي وحبه لزوجتها المغربية نفس الكلام مع توماس بارتي الذي قرر اعتناق الإسلام ولكن الأمر مختلف مع توماس بارتي بأنه كان غير مسلم وقرر اعتناق الإسلام والزواج من هذه الفتاة المغربية وأشار لهذا الأمر عبر صفحته على الإنستجرام وتحدثها بشكل رائع عن الإسلام وأشار إلى أن اسمه من هذه اللحظة هو يعقوب هذا الأمر جعل هناك حديث كثيرة على السوشيال ميديا واحتفاء كبير به خاصة أنه يأتي أيضا بعد إسلام نجم كبير للغاية في سماء الكرة الإيطالية هو سيدورف نجم نادي ميلا الإيطالي والذي كان يلعب في نادي ريال مدريد الأسباني والحاصل على مرات عديدة لدوري أبطال أوروبا واحد من أكثر اللعبين حصولا على هذه البطولة هو سيدورف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر